السلام عليكم الله يجعلك وديع في يدي الله أنا فرحانة بز짝 من اللي تشدaucoup الله العظيم برحبا برحبا للا dye Punch أكرقك الله وأعزك الله عددك كالhereة بزق بالأدعية وأدى الله العظيم كان ديره بهدرتك وكان تفرع لك بزعاف جزاك الله الفخير للا الله يجعلك وديع في يدي الله سبحانه وتعالى لا يخيبك ولا يمحلك الله بأمين الله بأمين مبارك الله فيكم الشريفة. يا ربي من أخي الله يجزك بخير دكتور أستاذ الله إحنا لك. يلا. بغيتك الدعاء معي الله يجزك بخير. يا ربي يجيب لي الله شيء زوج يكون مبارك صالح. يا ربي يجزك بخير. أنا السن ديالي الف وتسعمائة زيدة في الف وتسعمائة وسبعين. الله مزيلا بقى صغيرة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربي كريم سبحانه وتعالى. اللي جا. اللي جا كي هطر كيمشي بحاله. اللي جا يهطر يمشي بحاله. لا. وشده السبب لفطيبة? علش كي هيدس كيمشيو? وشو وقع لك شي بادع من الموادع? لا الحمد لله زع ما كان في اللي كان نحافظ على الأذكار صباح المساء زع ما يعني موضبع الصلاة موضبع الفجر موضبع. لفطيبة سبحاني نسوي لكوه لو أده ولا حراجة في اه 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 في المنام ديالك في المساء في الليل. اه 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 اه. ما كتشعرش بشي 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 بقريب منك? لا. لا 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 لا. اه اه لا. اه في الغالي يمكن بعد الفتيات لا عندهم من المشكل يكون عندهم المادع قوي. اه ولكن دم اذا الان يبدو ان الحمد لله المادع عندك مصير جدا جدا غير غير حسابات اه واقعية. وان شاء الله ربي ربي يفتح لك بابا من الفارج. اه والله لفرحانة مليت تشتح لي الخط. هدي ادي شحال هدي وانا كان هدروا. وهدرت معي واحد سيدة في الصباح. ايه? ولكن ما 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 بلغت لك شوى قلاه هدرت ايه ودك شي ما اه. ربما ما تلقيتش معها ربما غير نهار كل واحدة. اه. بالمتقل الله يطول اه بك الشي. اه سنين اه دي الله يجازك بالخير. الله يحفظك ويرعاك لله. الله يحفظك ويرعاك لله. الله يحفظك ويرعاك لله. يا ربي من فاطمة يا ربي الله يسألك القبول. يسألك القبول. وان شاء الله تعالى ربي كريم عز وجل. وان شاء الله تعالى في القريب العاجل تكون يعروسة. ويجيب لك الله تعالى الزوج الصالح في القريب العاجل. هذي 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 ساعة مباركة مسعودة كان قلول السادة المستمعين والاحبة الكرام بان بعض اخواتنا واه اه اه دناها ربما لي عندهم مشكل في الزواج اه مرت سنين سنين حت لقي لك المانع فوق طاقة. ماش كنت عارفه. كنت انعرفوه بان الاسان اما عنده المس او عنده الجند العاشق. كت لقى بان ليله عدام. كيشعر دائما بان كند واحدة الخيال او واحد الجسم بجانبه يمنعه. يمنعه في التفكير في العلاقة الزوجية ولا بغي يتقدم لأي واحد كيوقف حاجز بينه وبينه هذه حالة تكون مستعصية خصى علاج روحي وكي الحالة الأخرى اللي هي غير بسبب الواقع المرير أن الفتاة ربما كتعيش في واحد المضع ربما غلاء المعيشة المشكلة دي السكن المشكلة دي المدونة المشكلة دي الحقوق الواجبات يخلي مزموعة دي الناس يتهيبون من الزواج وفي الختاب كيكون الزواج وقدر قسمة ونصيب حدك بشار نحلل ونداقش الأسباب والمسببات ونبحث عن العلال والغايات هكذا العقول تفكر لكن فوق العقول هناك إيرادة الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد كل يعطيها الزواج مبكر حاب الفتاة عندها 13 عام 15 عام وعليها الخطاب في ازدحام كي إذا ما فتايت كنا عرفهم بقى يلا عندهم 16 عام والخطاب واحد ورا واحد القابول وكي لسنين وما ضق على حد ولا ضقش حد كي يكون كله متاعب وكتبقى دائما تقول غنز تعاب على تعاب وكتبقى بلاشا لكن ربي عز وجل كريم لإنسان عمره ميئس كنا عرف سيدات عندهم 45 عام 50 عام 55 عام 60 عام والله لحضرت لهم الزفاف الميمون ليس هناك أبدا وقت إنقضى ومر لا نقول أبدا مر القطار ما زال إلى القطار الأول مر ما زال هناك قطارات آتية وقادمة في الطريق وياما حضرته في علاقات زوجية لنساء اللي تزوجوا واحد السن دل الخمسين ووصلوا الستين وغير ذلك وكان زفاف الميمون وعيش في سعادة وربما كي يسمعوا فيها الآن يسمعوا فيها الآن آخرهم واحد الشريفة كاتبسكين يوم الجمعة كتجي عندناها في الصباح وكي يجيون نساقية مرضى وغيرهم وكتقول لي ومدعوه معايا على العتباء اللي يدعى على العتباء وكاتبسكين كتجي وكتجي معها مواد غدائية بل كتلقى الناس وقفين بزاف كتقول لي هم أكو مواد غدائية أو كتديهم معها لشي مقرد للغداة من يوم الجمعة صباحا كتقول لي هم أخدوا اللي بغا شعجية يأخدها وفي اللغة كتفعل حساب وكتقول لي هم دعوه معايا مرة طيبة سبحانك يا جليل وهبها الله تعالى زوجا سبحانك الذي خلق فسو حتى لقيت في سفاف بيمون فوق العمارية ولمسة بزيان والدار كبيرة وكتقول لي حصل حصل كتدى المعيف تليفون حصل والله حصل حصل هذه حصل المرغوب التي كانت تتبنى ويام كثير والله إلا واحدة أخرى إلا تجاوزت الخمسين سنة وقدت ترغب في زواج أن يكون أمازيغي لدي أمازيغية ورزقها الله زوج أمازيغي وحبلت حبلت بمولود وبلدت الوليين بغوي طهرون داتوا لعضوح الطبيب والطبيب قال لي ها هذا خطأ تكبر في السن ومشي تولدتي قتل أنت دكتور روح الدكتور خصو توقع لي غسري ولدك تسيري ولدي ربي غدي برك لك والله دام الإبن والله غاية في الجبان تبارك الله ده ما صار عنده ثلاث سنوات جميل وتم الختان دياله وجبان في جبان دائما الخير موجود عمر الإنسان ما يقول انقضى الزمان ومضى الوقت ما زال في العمر بقية وما زال الخير إلى الأمام كثير الإنسان يستعيد بالله ويستعين بالله يستعيد ويستعين بالله عز وجل لك يشعر بأن عنده المانع إما المانع روحي عنده جدي عاشق عنده سحر عنده عيد أو ما عنده ظهر لدك اللي عنده ظهر وكل ما عندهش وما يلقها إلا ذو حض عظيم كل ما عندهش شيء هذا المانع كيف نزيله نزيله بالإكثار من الاستغفار هذه الوصية نقولها ونكررها والشيء إذا تكرر تقرر لك يشعر بأن بأن حياة وقفة إما في الرزق إما في الزواج إما في الحضوة مع الناس لا يفكر كثير إياكم وتفكر كثير أيها الأحباب الحياة بسيطة اجنحوا إلى البساطة ستجدون بغيتكم والبساطة في هذه المواضع هي أن يلتزم العبد الاستغفار أكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار حتى كل ما كان شعر بضيق أو كان شعر بصعوبة في الحياة كان رجع اللور وكان سدع لي الباب وكان نعتازل الخلق وكان مشع عند الخالق وأبدأ في الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صدعت أبوء لك بدعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت وكان تبقى في الاستغفار قميت مرة مئتين مرة ألف مرة بقى تقول تتعياء الاستغفار من شأنه أنه يزيل كل الموادع أي مادع عندك يكون سحر يكون هيم يكون مربوط يكون مختوم يكون جني عاشق يكون كيف مكان هذا كلك يزول بالاستغفار ولكن عندك المادع واقعي غلاء المعيشة أزمة السكان الرجال عندهم وحد مواصفات على الجبال عندهم ظروف عائلية هذا كلهم موادع واقعية حتى هي تزول بالاستغفار كتكتر بالاستغفار تزول الموادع ربنا عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم المدد المدد الإلهي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار الاستغفار فيه عطاءات وفيه فيوضات وإمدادات ربانيا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيد ويقول بل لزم الاستغفار جعل الله له من كل غم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يعتسب جابي الحسابات لأنك حيدها قال حسابات لتعلمتها غير حيدها لأن الله تعالى كيعطي بغير حساب كيعطيك واحد العطاءات اللي العقل ديليك ما يستوع بهاش فائد لأنه إذا أعطى أدهش جل جلاله الأمر الثاني ليك يجيب الحظ ده ما المانع كنحينوه بالاستغفار أما الحظه السعيد ماش كنجيبوه كنجيبوه بالإكثار من الصناع للنبي ربحانه وحد وحد النبي وحد الإشراق ماش كنجيبوه كنجيبوه بالصناع للنبي قد قد صلي على النبي الكريم أشكي وقع في جسمك وحد نورانية نور يتكون ويبدأ يغطي كل كيانك وإذا أكترت منه كان هذا النور مثل قوز قزح كما قال الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور يسعى انت غني واحد نور تابعك نور من الله بالإكثار من الصناع للنبي كان لقى الفتاة كيجوا الخطاب اللي عنده أي غرض يقضى بالحظ السعيد إلا عنده تجارة كانت بائرة كان يعد التجارة البائرة لا بيع لا شراء كل شي كاسات تجاري كيصلي على النبي الكريم ربيع الزواجة كيطيه البركة في المحل التجاري وكيطي الله البركة في الحركة التجارية ديان والمالية وكذلك في أي قطع خصوصا في الزواج باللي كيصلي على النبي الكريم أول حاجة الله تعالى يزين عن قلبك الهم والغم الناس اللي هم في وضعية صعبة كتلقى بهموم منكسر حزين هذا أول حاجة الله تعالى يمسح عن قلبك الأحزان والأشجان ثم يملأ قلبك بكأس الأفرح كأس الأفرح تشعر منه كتشعر بأنك فرحان ثم بعد ذلك كتكون ديما ترى مبتسما وترى ضحوكا ما كتلقاش ناسك مقطبا جبين هابسا كئيما لا أبدا كتلقى ناسك دائما مبتسما ضحوك فرحان ربك يسكم في قلبك كأس الأفرح وبعد ذلك الله تعالى يفتح لك أبواب العطاء وأبواب الكرم سر الوجود وفلسفة الوجود هيك إن هناك رب معبود الناس يغفلون عنه الناس يذهبون إلى قضايا مرتبطة بالأسباب والمسببات وينسون رب الأسباب الذي يرزق بالأسباب وملا أسباب وضد الأسباب سبحانه وتعالى خصوصا حينما نتوسل بالصلاة على النبي الصلاة على النبي أيها الأحباب الكرام سر عظيم ودعه الله سبحانه وتعالى لعباده المستضعفين ولعباده الفقراء الفقراء إلى الله ليس فقير من حيث المال لا هو أنه خير لكنه فقير إلى الله الفقراء إلى الله أنهم دائما يمدون قلوبهم وأيانيهم يلتمسون رحمة الله هذا سر عظيم الصلاة على النبي نكثر منها ونعمر قلوبنا بها ونجعل السنة رطمة بها وسترون العجائم العجائم الكثيرة العطاء الرباني الفتح الرباني الإكرام الرباني كل ما تتمنىه يعطيه لك المولى عز وجل وزيادة فصلوا جميعا على سيد النبي لن فاطم الله كملك الرجاء أسأل الله تعالى ببركة الصلاة على مولاد رسول الله أن يزيل عنك الموادع ويرزقك القبول ويختار لك زوجا من الصلحاء الطيبين الأخيار الأبرار الميسورين وتكون إن شاء الله معاه في الحج وفي العمر وفي السفريات واللقاءات العائلية وأسأل الله تعالى كل فتاة وكل فتا انقطعت به سبل أو تعطلت به الأمور أسأل الله تعالى أن يزيل عندهم الموادع وأن يرزقها الجميع القبول ببركة سيد النبي محمد الشفيع الحبيب إلى الرحمن فصلوا جميعا على مقام رسول الله اللهم يا رب العالمين يا عظيم السلطان يا الله يا قديم الإحساد يا الله يا دائم الدعماء يا الله يا باسط الرزق يا الله يا كثير الخيرات يا الله يا واسع العطاء يا الله يا دافع البلاء يا الله يا سامع الدعاء يا الله يا حاضرا ليس بغائب يا الله يا موجودا عند الشدائب يا الله يا خفي اللطفي يا الله يا حليما لا يعجل يا الله اللهم يا رب العالمين انك تسمع كلامنا وترى ما كاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اجتبعنا يا رب العالمين ورفعنا أكفة الضراعة إليك نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ونلتمس منك الرضا والمغفرة اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب إن ما أصابنا من شدائن ومن موانع ومن كروم إذا كان بسبب ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا فإننا نعترف بين يديك بأخطائنا وذنوبنا نستغفرك يا رب ونتوب إليك نستغفر الله العظيم حياء من الله نستغفر الله العظيم رجوعا إلى الله نستغفر الله العظيم فرارا من غضب الله إلى رضاء الله نستغفر الله العظيم من الإفراط والتفريط نستغفر الله العظيم من مقارفة الذنوب نستغفر الله العظيم من التددس من العيوب نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتب إليه ونتوسل إليك يا مولاد ببركة الصلاة على مولاد رسول الله اللهم صل وسلم على سيد محمد الذي تدحل به العقد وتدفرج به الكرب وتقضى به الحوائج اللهم صل وسلم على سيد محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تيسير لنا كل أمر عسير اللهم يسير لنا كل أمر عسير اللهم يسير لنا كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك سهل يسير اللهم يا رب ألطف بنا فيما جرت به المقادر اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادر اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال اللهم يا رب جميع بناتنا وأخواتنا التي ينتظرنا أن يكون زوجات وأمهات اللهم عجل لهد بالفرج اللهم اختر لكل منهد الزوج الصالح وارزق كل منهد الذري الطيبة اللهم عاجل غير آجل يا من قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز اللهم يا رب العالمين واحفظ الجميع من الأخطار واحفظنا جميعا من الأشرار واحفظنا يا رب من كل أذى يا رب بحق قولك ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا جميعا متمسكين بسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسترشدين بشريعته الغراء يا من قلت وقولك الحق لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عددتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم ان تبارك لنا في هذا الوطن اللهم يا ربي يا كريم وارزقنا فيه الامن والامان وارزقنا فيه الستر والعافية اللهم امن اوطاننا اللهم كثر خيراتنا اللهم رخص اسعارنا اللهم بحق قولك لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعمدوا رب هذا البيت فليعمدوا رب هذا البيت فليعمدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم يا رب العالمين ان نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتومة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوة عند الحسام وأمانا من العدام ونصيبا من الجنة ونسألك يا مولاد أن ترزقنا الضدر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا الضدر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا الضدر إلى وجهك الكريم وجعلنا من عبادك الأخيار الأمرار ومعتنا مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيقا آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين